اعلن هزع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي في الدولة خلال الإحاطة الأعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات وتأجيل كافة الاختبارات الحضورية إلى ما بعد الثامن والعشرين من يناير الجاري يتم مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته بشكل مستمر لا سيما خلال الفترة الحالية وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمشآت التعليمية ومن خلال متابعة الوضع الوبائي تقرر تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات وذلك بدأ من تاريخ 17 يناير 2022 إلى 21 يناير 2022 كما تقرر تأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى ما بعد تاريخ 28 يناير 2022 وذلك بناء على تقييم الوضع الوبائي في الدولة يتم تطبيق هذا القرار للمشآت التعليمية على المستوى الوطني ولدى الجهات والفرق المحلية في كل إمارة المرونة في تنفيذه يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية واستمرار العملية التعليمية والتكيف مع السيناريوهات التي تفرضها مستجدات الجائحة أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 300.893 فحصا جديدا لفيروس كوفيد 19 كشف عن 2616 حالة إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 793.314 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 980 حالة جديدة من المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 793.314 حالة هذا وتم الكشف عن وفاة أربعة أشخاص وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2181 وفاة وعلى صعيد اللقاحات أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 33.548 جرعة جديدة من لقاح كوفيد 19 وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 22.954.610 جرعات اشتركوا في القناة